موزير الداخلية اللواء مجد عبدالغفار بجولة تفقدية للوقوف على الحالة الامنية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة وشملت الجولة عددا من الشوارع والميادين الكبرى اضافة الى عدد من اقسام الشرطة للتأكد من انتظام العمل فيها قام السيد مجد عبدالغفار وزير الداخلية بجولة مفاجئة لتفقد الخدمات الامنية بعدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة للتأكد من يقضة رجال الشرطة وانتشر الخدمات الامنية بالشوارع والميادين ومدى تنفيذ الخطة الموضوعة لتسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال شهر رمضان المبارك أوجه بضررة الوجود الأمني الفعال وتحت إشراف المستويات القيادية والإشرافية مع التعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة وأن تتخذ القوات لاحتياطات لازمة لضمان أمنها وتسير أقوال أمنية بصورة دائمة لإجراء عمليات تمشيط لشوارع وميادين المحافظتين جولة وزير الداخلية شملت محور المشير وميادين هشام بركات وروكسي والأبرى والتحرير والجلاء ومصطفى محمود حيث شدد الوزير خلال التفقد على ضرورة اختيار أماكن لارتكازات الأمنية والأكمنة بما يحقق السيطرة والتأمين وبما يحافظ على الأمن الشخصي للقوات الوزير قام بمفاجأة القائمين على العمل بأقسام شرطة ثاني مدينة نصر والجمالية والدقي للتأكد من انتظام العمل بهذه الأقسام ومدى حسن معاملة المواطنين وسرعة التفاعل مع بلغاتهم وشكواهم وقد حرص الوزير على الاستماع إلى شكاوى بعض المواطنين ووجه بسرعة التعامل معها وأكد على أهمية مراعاة تحقيق التوازن بين تنفيذ القانون ومراعاة البعد الإنساني والحفاظ على قرمة المواطنين لدعم ثقاتهم في أجهزتهم الأمنية ووجه الوزير بتكثيف الوجود الأمني الفعال للوصول إلى أعلى معدلات الأداء الأمني والتصدي بكل حسم للمظاهر السلبية كافة وفقا للقانون وقد بادر عدد من المواطنين بالتوجه لوزير الداخلية بميدان مصطفى محمود حيث أشاد بالجهد المكثف الذي تبزله أجهزة الأمن نحو فرض معطيات الاستقرار والأمن والتي يستشعرها جموع المواطنين وأعربوا عن استنكارهم للدعوات المغرضة التي رواجتها العناصر المناهضة والإخوانية للاحتشاد بالميدين الحصة المكارحة سيدة الوزير خلينا كلنا مبسطين والناس اللي كانوا عايزين يخربوها هنا الحمد لله شكرا شكرا شكرا